لا زال الكلام في الأنموذج الثالث من نماذج لعبة إبليس هذه سقيفة بني ساعدة إنها سقيفة التحريف والتزييف وعنواننا هو هو الذي تقدم في الحلقات الماضية وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين إنني أتحدث عن الصحابة عن التابعين عن رواة الحديث الذين روى عنهم البخاري وروا عنهم مسلم في الصحيحين ومر الكلام في الأدلة والشواهد والوثائق بشكل واضح وصريح إنها أكاذيب صحيح البخاري وبشهادة القرآن القرآن هو الذي يصدر حكمه على أكاذيب البخاري هذه لا زال الكلام متواصلاً عند الحديث المحرفي الذي حرفه البخاري وحرفه الذين من قبله يكون بعد رسول الله إثنى عشر أميراً وهؤلاء كلهم من قريش بحسب الإفتراءات وبحسب الأكاذيب والأصل يكون بعد إثنى عشر إماماً وهؤلاء كلهم من بني هاشم نحن والأكاذيب التي في صحيح البخاري هذا الحديث حديث الاثنى عشر أميراً جاء في كتاب الأحكام وهو الكتاب الرابع والتسعون من كتب صحيح البخاري وهذا هو الباب الثاني والخمسون إنه باب من دون عنوان ومر الكلام في هذا رقم الصفحة ألف ميتين وأربعة وسبعين الحديث وضعوا له رقمين ومر الكلام في هذه القضية أيضاً سبعة آلاف ميتين واثنين وعشرين سبعة آلاف ميتين واثلاثة وعشرين هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة ألفين وأربعة ميلادي إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على كل الأحاديث تسلسل الكلام في الحلقات المتقدمة حتى وصلت معكم إلى إجراء مقارنة وهذه المقارنة بالنسبة لي لا أعتقد بصحتها لا وجه للمقارنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره لا وجه للمقارنة لكن لأجل إثبات الحقائق وبيان المطالب إنني بدأت بإجراء هذه المقارنة عندنا صورتان الصورة الأولى لحديث لحديث الاثنى عشر أميرا يكون بعد رسول الله اثنى عشر إماما من بني هاشم هذه السلسلة أولها علي بن أبي طالب أما الصورة الثانية بحسب البخاري وسقيفة بني ساعد فإن السلسلة الثانية تبدأ بأبي بكر إذن سلسلة العترة تبدأ بعليا وسلسلة سقيفة بني ساعد تبدأ بأبي بكر ومن هنا أجريت المقارنة تحدثت عن نقطة واحدة هذه المقارنة مقارنة قرآنية القرآن قاعدة معلوماتنا القرآن هو الذي يضع لنا الحقائق أمام أعيننا بشكل واضح اللقطة الأولى التي حدثتكم عنها ووقفت عندها ما يخص أمير المؤمنين إنها الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية الكريمة هذه لقطة قرآنية محمدية علوية عمدية ومر الكلام بخصوصها لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لقطة قرآنية تخص أبا بكر إنها الآية الأربعون من سورة التوبة آية الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كان الله مع رسول الله فقط ولم يكن مع أبي بكر الدليل الآية هي التي قالت فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أبو بكر لا محل له من الإعراب هنا فليس هناك من شيء نستطيع أن نقول من أنه يشير إلى مدح أبي بكر إذا كان ما جاء في وصفه بأنه صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه ولكنني بيّنت لكم من أن الصاحب في الكتاب الكريم تارة تأتي بنحو بنحو مجرد من دون مدح أو ذم وتارة تأتي في سياق المدح وأخرى تأتي في سياق الذم قد يقول قائل من أن النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه فيما بينه وبين رسول الله صحبة هذا يعني أن الصاحب هنا في سياق المدح هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا لأن القرآن في العديد من المواضع تحدث عن صحبة بين النبي والمشركين بين النبي والمنافقين تحدث عن هذه الصحبة إذن في اللفظة نفسها وفي النسبة إلى رسول الله لا يوجد شيء يشير إلى المدح لا بد من البحث في القراء الأخرى القرائن الأخرى أهم قرينة يمكننا أن ننتفع منها مديحا لأبي بكر إن الله معنا لكن الآية حينما تستمر فإنها تجرد أبا بكر من هذا المديح مباشرة بعد قول الآية إن الله معنا هذه فاء السببية فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها فما نزلت سكينة على أبي بكر مع أن السكينة نزلت على المؤمنين مثل ما جاء في سورة الفتح نزلت على المؤمنين الذين نصروا رسول الله وأخلصوا لرسول الله في نصرته ونزلت على المؤمنين الذين كانوا أوفياء ببيعة الرضوان الذين لم يفروا من ساحة المعركة في غزوة حنين بينما كان أبو بكر وعمر وكبار الصحابة قد فروا من ساحة المعركة بعد أن بايعوا رسول الله في بيعة الرضوان على أن لا يفروا من ساحة المعركة وفروا من ساحة المعركة فنقضوا بيعتهم ونكثوا عهودهم ومواثيقهم هذه أمور واضحة في تعريخ الصحابة ولا أريد أن أقف عندها طويلا فآية الغار تخلو من أي مديح لأبي بكر بل تثبت الذم والقدح له لماذا لأن السكينة نزلت على رسول الله وما نزلت عليه وقد يقول قائل إن السكينة تنزل على رسول الله فقط ولا تنزل على الذين معه في سورة نفسها في سورة التوبة في الآية السادسة والعشرين بعد أن فر الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وثبت من ثبت مع رسول الله ثبت علي وأفراد قلائل منهم العباس ابن عبد المطلب أشخاص من بني هاشم وأشخاص من صحابة النبي عدد قليل جدا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها هذا الكلام واضح وواضح جدا من أن السكينة مع جنود الغيب أنزل على رسول الله وعلى المؤمنين الذين كانوا معه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها بينما في الغار فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها أما أبو بكر فليس له من ذكر هنا ليس له من محل إعراب هنا وهذا قدح بل هو من أقوى القدح والذن والانتقاص وقولوا ما تريدون أن تقولوا الصورة واضحة وجلية قارنوا بين مضمون آية المباهلة وبين مضمون آية الغار لا وجه للمقايسة بين علي وغيره فعلي آين وغير علي آين نذهب إلى فاصل لقطة قرآنية أخرى إنها لقطة علوية حيدرية بامتياز لقطة لقطة تملأ الإنسان فخرا وشجاعة وعزما حينما يكون عبدا في فناء علي آية الآية الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب ورد الله طويل لكنني بنحو موجز سأحدثكم عنها في سياق الحديث ورد الله الذين كفروا جيش الأحزاب قريش حشدت ما حشدت على أقل الروايات فإن قريش جمعت عشرة آلاف ولكن الأمر ليس كذلك كانت الأعداد ضعف هذا العدد ما يقرب من العشرين ألف كان العدد كبيرا جدا هذه المعركة اتفق فيها العرب اليهود أحلاف قريش الجميع جاءوا وكان القرار الذي اتخذوه من أنهم سيقضون قضاء نهائيا على محمد صلى الله عليه وآله وعلى دينه وأتباعه فهيأوا قدرة عسكرية قادرة على تحقيق هذا الهدف وجاءوا إلى المدينة ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن قد خرج إلى قتالهم مثل ما فعل في أحد لو كان المسلمون قد خرجوا لقتالهم إلى خارج المدينة لنتهى أمر المسلمين بشكل كامل لذا فإن النبي تحصن بالمدينة وخندقها وحكاية الخندق معروفة ولا أريد أن أخوض في كل التفاصيل الصغيرة والجزئية هؤلاء هم الذين تتحدث الآية عنهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا من الذي فعل بهم هذا بالنحو المباشر الآية تستمر وتقول وكفى الله المؤمنين القتال كفاهم بعلي وهذا أمر لا يستطيع سني مطلع على كتب التأريخ والسير والأحاديث أن ينكره حتى لو لم يكن منصفا لا يستطيع أن ينكره الذي دمر القوة العسكرية بكاملها دمرها نفسيا لقد هزموا نفسيا حينما قتل علي فارسهم الأعظم عمر ابن عبد ود والحكاية معروفة وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا بعلي هذه قوة الله وهذه عزة الله وكان الله قويا عزيزا هذه القوة والعزة أين تجلت تجلت في علي حين أراد الخروج إلى ابن عبد ود النبي قال لأمير المؤمنين قال يا علي هذا عمر ابن عبد ود قال وانا علي ابن أبي طالب قال يا علي هذا فارس يليل قال وانا فارس بدر وخرج علي خرج علي وخرج النصر والفوز لمحمد صلى الله عليه وآله ورجع علي ورجع معه النصر والفوز لمحمد صلى الله عليه وآله ولدينه وكفى الله المؤمنين القتال بعلي 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 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل لالحاكم الحسكاني إنه من علماء الأحناف ومن علماء القرن الخامس الهجري وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية وهذه النسخة بتحقيق محمد باقر المحمودي في الصفحة الخامسة بخصوص الآية وكفى الله المؤمنين القتال رقم الحديث ستمية وخمسة وثلاثين بسنده أذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله وعبد الله هذا بحسب ما هو يقول هو عبد الله ابن مسعود إنه كان يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ابن أبي طالب كان هذا الكلام مثبت في نص القرآن في مصحف عبد الله ابن مسعود وهذا أمر معروف في كتب المصاحف وفي كتب القراءات القديمة وفي كتب الحديث والتأريخ والسيار كانوا يقرؤون على عهد رسول الله وكفى الله المؤمنين القتال بعلي هذا في كتب السنة في كتب السنة وثلاثين في الحديث ستمية وثمانية وثلاثين بسنده بسند الحاكم الحسكاني قال قال حدثنا عمار ابن زريق عن أبي إسحاق عن زياد ابن مطرف قال كان عبد الله ابن مسعود يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بعلي وكان الله قويا عزيزا وقال عمار إنه عمار ابن زريق وهي في مصحفه في مصحف عبد الله ابن مسعود كذلك رأيتها كانت مكتوبة في النص القرآني ليس تفسيرا كانت مكتوبة في المتن وليس في الحاشي كانوا يقرؤون هذه القراءة وكفى الله المؤمنين القتال بعلي 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 وليس مهما أن تكون القراءة هكذا أو أنها ليست هكذا الحقيقة هي هكذا الذي جرى على أرض الواقع هو هكذا هذا شواهد التنزيل وهذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من علماء الشوافع المتوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة خمسمية واحد وعشرين بخصوص الآية وكفى الله المؤمنين القتال عن ابن مسعود بسنده قطعا بسند السيوطي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب هل هؤلاء كلهم كاثبون هؤلاء أئمتكم وعلماءكم ولا شأن لنا به هل كانت القراءة هكذا أم لم تكن أوردت لكم هذه النصوص لا أريد أن أثبت أن القراءة كانت هكذا وإنما أريد أن أقول لكم هذا علي هذا علي وأنتم وأنتم يا شباب السنة ظلمتم علي لأنكم من أمة ظالمة لعلي هذا هو الذي أردت أن أشير إلي ولا أريد أن أثبت هذه القراءة أو أنني لا أثبتها هذا أمر ليس مهما بالنسبة لي أصورة واضحة عندي أساسا أنا لا أعتقد بكل هذه المقارنة إنها مقارنة لأجل إثبات الحقائق وإلا فإنني لا أعتقد بالمقارنة هذه أصلا علي لا يمكنني أن أقارن عند ذكره أن أذكر أحدا آخر لا وجه للمقارنة مع علي من هو هذا الذي أقارنه بعلي خيار الصحابة خيار الصحابة لا أتحدث عن أشرار الصحابة خيار الصحابة لا أتحدث عن الذين لعنهم رسول الله لا أتحدث عن الذين تخلفوا عن جيش أسامة ولعنوا من قبل رسول الله لا أتحدث عن الذين طردهم رسول الله من محضره ومن بيته في واقعة رزية الخميس لا تحدثوا عن هؤلاء خيار الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر رضوان الله تعالى عليهم هؤلاء لا يمكنوا لا يمكنوا لا يمكنوا لا يمكنوا أن أقايسهم بذرة تراب بل بما دون ذلك لا يمكن أن أقايسهم بذرة تراب يدوسه أمير المؤمنين بنعله الشريف فمن هو هذا الذي أقارنه بعليه ولكن لأجل بيان الحقائق فإنني اتبعت هذا الأسلوب وإنها مقارنة قرآنية واضحة وكفى الله المؤمنين القتال بعلي 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 وكان الله قويا عزيزة صورة واضحة جلية في سورة نفسها ما هو حال أبي بكر وحال الصحابة في الآية العاشرة بعد البسملة والتي والتي بعدها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم لقد حاصروا المدينة جيش جرار عرمرم ضخم وجلبوا معهم أقوى أقوى فرسان العرب القوة الضاربة النخبة في القبائل العربية عموما جاءوا بنخبة الفرسان ولذا دخل الرعب بنحو كاسح على المسلمين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار هذه أبصار أبي بكر وعمر وسائر الصحابة الذي يستثنى هنا محمد صلى الله عليه وآله ونفس محمد بحسب آية المباهلة علي يستثنى محمد وعلي وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي خوف هذا أي رعب هذا لو كنا معهم فلا تعتقد أننا سنكون في حال يكون أحسن من حالهم أبدا الظروف الموضوعية والملابسات التي كانت تحيط بهم قادتهم إلى هذا الحال ضرف عسير 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 جدا هيمن على المدينة وأهلها قوة ضاربة مخيفة ولقد كانوا ناجحين في حربهم النفسية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي خوف هذا أي رعب تكاد القلوب أن تخرج من الأفواه بلغت القلوب الحناجر أعلى درجة من درجات الرعب والخوف وتظنون بالله الظنون ذهب الإيمان تلاهشة تلاهشة تحولت الظنون بالله إلى ظنون سيئ وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون حتى الأخيار هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون مركز الدعايات والتخويف وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعود الله بالنصر كاذبة لا حقيقة لها ووعود رسول الله بالنصر هي الأخرى مزيفة لا حقيقة لها وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الآيات تتحدث عن خوف هائل وعن رعب شديد متسع غط المدينة بكاملها ولذا فهذا حال صحابة وأبو بكر أحدهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بدأت اللحظات الحاسمة لقد حاصر المدينة لمدة طويلة تتجاوز الأربعين يوما وكلما طالت المدة كلما زاد الخوف وهيمن اليأس على المسلمين حاصر المدينة لمدة طويلة وكانوا يسمعونهم يسمعون المسلمين من خلال اليهود الذين ينشرون الدعايات المخيفة في المدينة فعينما يريدون أن يسمعوا المسلمين ما يخيفهم يسمعونهم من خلال دعايات اليهود والمنافقون في المدينة كانوا هم الذين يطبلون لتلك الدعايات لقد انتشر الرعب في جميع أجزاء المدينة وهيمن الخوف عليها بدأت اللحظات الحاسمة حينما أخذ البرد يظهر في الأجواء صارت الأجواء باردة كان الوقت صيفا واشتد البرد على المشرقين فكانوا يشعلون النار لأجل أن يتدفأ ولذا استعجلوا استعجلوا أبو سفيان كان يقول إذا كانت السماء تقاتل مع محمد فماذا نصنع أرادوا أن يبدأوا المعركة الأجواء باردة المسلمون كانوا يعانون من البرد ومن الخوف والرعب والمشركون أيضا كانوا يعانون من البرد قوات النخبة أقوى فرسانهم بقيادة عمر بن عبد ود العامري عبروا الخندق قفزوا بخيولهم وأفراسهم أشجع فرسان ذلك الجيش قطعا عمر بن عبد ود العامري كان أسطورة في أذهان الناس كان أسطورة الأسطورة المخيفة عمر بن عبد ود العامري عبر الخندق مع ضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله ومرداس الفهري وعكرمة بن أبي جهل ومع مجموعة من خيرة فرسانهم مساحة فيما بين الخندقي وبين المسلمين ركز ابن عبد ودع العامري رمحه في الساحة وأخذ يجول حول رمحه مستهزعا بالمسلمين النبي يوجه خطابه للمسلمين للصحابة وكانوا جالسين بالقرب منه هناك الجالس وهناك الواقف من منكم يخرج إلى هذا الكلب إنه يستهزئ بهم يسخر منهم وهذه السخرية وهذا الاستهزاء زادهم خوفا المشركون يضحكون على المسلمين حينما رأوا من أن المسلمين زاد خوفهم من هذه المجموعة التي عبرت الخندق لأن المسلمين كانوا يتوقعون أن الخندق سيحميهم لكن هؤلاء عبروا الخندق وهاهم في داخل المدينة فبإمكانهم أن يجدوا الوسيلة التي يردمون بها هذا الخندق ويعبر الجيش تعبر القوة الضاربة التي هي وراء الخندق النبي يقول للمسلمين من يبرز لهذا وأنا ضامن له على الله الجنة الجميع أطرقوا رؤوسه أبو بكر عمر فلان فلان أطرقوا رؤوسه النبي يكرر هذا ثلاث مرات في كل مرة يقولها لا يسمع صوتا إلا صوتا واحدا إنه صوت علي أنا له يا رسول الله يكرر الكلام المصطفى والمسلمون ناكسوا رؤوسهم من أبي بكر إلى البقية وإنما أشير إلى أبي بكر لا لأنه أهم المسلمين الرجل لم ينقل عنه مرة أنه قاتل في معركة لكن لأن المقارنة فيما بين علي وبين أبي بكر أشير إلى اسمه الجميع رؤوسهم ناكسة إلا واحد إلا واحد هذا الذي اسمه علي في المرة الثالثة أذن له في الخروج وخرج علي خرج علي راجلا عمر ابن عبد ود لما رأى علي مقبلا عليه قال له أما خاف ابن عمك يعرفه يعرفه يعرف علي قال أما خاف ابن عمك أن أختطفك وأن أعلقك برمحي هذا ما بين السماء والأرض أمير المؤمنين قال له يا عمر إن قتلتني فأنا إلى الجنة وأنت إلى النار وإن قتلتك فأنت إلى النار وأنا إلى الجنة قال كلتاهما لك يا علي تلك إذن قسمة ضيزة أني لا أحب أن أقتلك كان أبوك صديقا لي قال له أمير المؤمنين لكنني أحب أن أقتلك هذه الكلمة صدمته هذا جبل جبل عمر ابن عبد ود جبل المشركون كانوا متأكدين من أن علي سيقتل المسلمون أيضا المسلمون ولذلك صاح الصحابة حينما حدثت عجاجة فيما بين علي وابن عبد ود عجاجة تراب أثناء البراز الصحابة نادوا قتل علي لأنهم لم يكونوا يرون شيئا قالوا قتل علي المشركون ما قالوا شيئا الصحابة هم الذين نادوا قتل علي فقال أنا أحب أن أقتلك هذه الكلمة صدمت ابن عبد ود ثم قال أمير المؤمنين له إني سمعتك وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول ما دعاني أحد من العرب إلى خصلة من ثلاث خصال إلا وأجبته إلى واحدة وهذه كلمة كانت معروفة عن ابن عبدوات قال نعم قال أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال نحي هذه عني قال أدعوك إلى أن ترجع بهذا الجيش إلى مكة أن تذهب بعيدا عن المدينة فإن كان محمد صادقا فأنتم أعلى عينا به أنتم قريش وأحلافها وإن كان كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره قال وتتحدث عجائز قريش ونساء العرب ويقول الشعراء من أنني جبنت دعك من هذا قال إذن بقيت الخصلة الثالثة يا عمر أنت راكب كان راكبا على فرسه وأنا راجل فانزل عن فرسك كي أنابذك كي أقاتلك نزل عن فرسه وعرقبها قطع أرجلها وقال ما ظننت أن أحدا من العربي يسومني عليها ضرب علي على رأسه فاتقاها بالدرقة فخرق السيف الدرقة ووقع السيف على رأس أمير المؤمنين وفاض الدم من رأسه الشريف إلا أنه عاجله فقطع رجليه فهوا كالجبل على الأرض وثارت العجاجة وصاح الصحابة في المدينة قتل علي وما إن اتضحت الصورة وإذا بعلي جالس على صدره أمير المؤمنين لا يحتز الرؤوس إلا أنه احتز رأسه لإرعابهم حتى يعرف أن هذه المجنزرة العسكرية تلائلة سحقت سحقها ابن أبي طالب فاحتز رأسه وبقي كأنه قطعة جبل على الأرض كان طويل القامة ضخم الجثة شخصا هائلا كبيرا لذا كان مرعبا ومخيفا وكان قويا جدا عرف بفارس يليل يليل هذه معركة في الجاهلية واجه فيها قبيلة كاملة لوحده يليل هو واد في جزيرة العرب واد يليل هاجمته قبيلة بكاملها فقضى عليها هكذا يقولون أكانت العكاية حقيقية أم لم تكن لكن هذا هو المعروف في كتب التأريخ والسيار فكان يعرف بأنه فارس يليل انتهت حكاية فارس يليل على يد فارس بدر الفرسان الذين الذين عبروا الخندق لما رأوا ما جرى على ابن عبد ود فروا من المعرك فروا من الساحة البعض منهم استطاع أن يقفز والبعض منهم سقط في الخندق بسبب خوفه ورعبه من الفرسان المشهورين الذين سقطوا في الخندق نوفل ابن عبد الله فركض المسلمون صاروا شجعانا فركضوا يرمونه بالحجارة وهو في الخندق فنادى فيهم وحكم وحكم اقتلوني قتلة أجمل من هذه القتلة كانوا يخافون أن ينزلوا إليه كي يقاتلوه كي يقتلوه فنادوا عليا نزل إليه علي قتله وقتل بعضا من الفرسان في حالة فرارهم فلما عبر من عبر من الفرسان ورجعوا إلى جيشهم رجعوا مرعوبين مرعوبين من الذي رأوه مما فعل علي بابن عبد ود العامري رجعوا مرعوبين ففر الكثير من ذلك الجيش البقية 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 حينما هبت ريح عاتية مع شدة البرد وكانت الريح تطير خيامهم في الهواء وتخمد نيرانهم التي كانوا يتدفؤون بها في وقت الصيف صار الجو باردا جدا وإلى هذا تشير الآيات يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إنه البرد والريح والملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا لكن الذي كفى المؤمنين القتال هو هذا ابن أبي طالب ابن أبي طالب هو هذا الذي كفى المؤمنين القتال مثلما كان أبوه في مكة كفى المؤمنين كل خوف وكل رعب كان يواجه الشرور بصدره ويقف بوجه عتات قريش إلى أن نشأ الإسلام ونمى على أكتافه الشريفة وحين انتهت مأموريته الإلهية رحل عن هذه الدنيا وانتقلت الراية إلى ولده إلى علي وها هو الإسلام تتدلى أخصانه وتخرج ثماره ويشتد عوده على أكتاف بن أبي طالب فهذا أبو بكر هذا أبو بكر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور أبو بكر جزء أساسي في هذه اللوحة أما ابن أبي طالب فهو المتفرد بهذه اللوحة هذه لوحة علوية بامتياز يتفرد فيها ابن أبي طالب وكفى الله المؤمنين القتال بعلي 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 نذهب إلى فاصل هذه اللقطة من سورة الأحزاب أيضا إنها الآية السادسة والخمسون بعد البسملة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبق علي وآل علي يفوح من جنبات هذه الآية إنه عبق محمد وآل محمد إنه هو هو عبق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين نزلت هذه الآية فإن النبي علم المسلمين من أن الله يريد منهم أن يصلوا على محمد وآل محمد ونهاهم رسول الله وهذا النهي من الله أن يصلوا الصلاة البتراء أن يصلوا على محمد فقط من دون أن يصلوا على آل محمد هذه الصلاة التي يريدها الله اللهم صلي على محمد وآل محمد وحين نذكر رسول الله أن نقول صلى الله عليه وآله هذه الصلاة القرآنية القرآن حين يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإنه يريد منا أن نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وسيد آل محمد من هو من هو 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 نفسه هو هو نفسه ابن أبي طالب هو هو نفسه اللهم صلي على محمد وآل محمد سيدهم ابن أبي طالب هو هو مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة هود ويتلوه شاهد منه يتلوه يأتي بعده تاليا له بنحو مباشر في كل موقف في الصلاة أيضا فحينما نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد الذي يتلو محمدا علي 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 هذه لقطة علويه بامتياز قطعا هي محمدية حينما أقول علوية هي محمدية لكن محمدا يريدني أن أتحدث عن علي لوحده محمد هو الذي يريد هذا محمد هو الذي يحب هذا فهذا الأمر ليس باختيار محمد هو الذي يريد هذا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا التسليم ألا ألا تلاحظون أن كل لقطة قرآنية لعلي لو بحثتم فيها طيلة أعماركم لن تجد فيها نقصا لن تجد فيها ثغرة بينما حينما يتحدث القرآن عن أبي بكر وأمثاله عن الصحابة كل النقائص موجودة كل المعايب ظاهرة أورات متكشفة متكشفة هذا هو القرآن بين أيديكم قارنوا بين آية المباهلة وآية الغار قارنوا بين حال الصحابة حينما عبر عمر ابن عبد ود الخندق وبين حال علي قارنوا الآيات هي التي تخبركم فأنا لا أحدثكم من كتب التأريخ إنني أحدثكم والراوي الذي يروي لنا هو الله الله هو الذي يخبرنا عن علي ويخبرنا عن الصحابة هذه آيات قرآنه هذه رواياته هذه روايات الله هذه آياته هو الذي يخبرنا فانظروا في روايات الله كيف روى لنا الله حال علي وحال الصحابة والأمر هو هو في هذه اللقطة المحمدية العلوية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الذي يتلو محمد هو ذلك الشاهد منه وصيه الإمام والرحمة الواسعة هذه لقطة علوية لا أعتقد أنها تحتاج إلى تعليق وهذا البخاري نفسه هذا الكتاب الذي كله دجل وكله تزييف وكله تحريف لكنه في بعض المواطن لا يستطيع أن يزيف كل شيء كتاب تفسير القرآن وهو الكتاب الخامس والستون من كتب صحيح البخاري وهذا هو الباب العاشر باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رقم الصفحة 867 رقم الحديث 4797 البخاري يقول حدثني سعيد بن يحيى بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد هذا صحيح ولكن مذاق العترة الطاهرة لا يضعون على في الوسط يقولون اللهم صلي على محمد وآل محمد من دون على هذا هذا هو مذاق العترة الطاهرة حينما نقرأ في أدعيتهم أتحدث بنحو عام فعلى التي وردت في بعض النصوص إما لضرورة لغوية أدبية وهذا مستبعد والذي أرجحه أن الرواة هم الذين حشروها تحريفا تصحيفا بالنتيجة هم الذين حشروها لأن مذاق العترة هو هذا اللهم صلي على محمد وآل محمد الآية هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي يصلون على محمد وآل محمد هذا هو المراد من الآية ولذا فإن النبي وبحسب البخاري قال لهم صلوا علي بهذه الصلاة فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد والمجيد وتكرر هذا المضمون في الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب الأمر واضح ولا يحتاج إلى بحث طويل فهذا هو ذكر الله لعلي يصلي عليه ويوجب علينا إذا ما صلينا على محمد أن نصلي على علي اللهم صلي على محمد وآل محمد سيد الآل علي نفس محمد علي الكافي الذي كفى رسول الله وكفى المؤمنين القتال علي كاشف الكربات عن وجه رسول الله علي 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 أما أبو بكر فماذا قال الله عنه إنها سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الصحابة يا أبا بكر وعمار البخاري يحدثنا كتاب تفسير القرآن وهو الكتاب الخامس والستون من كتب صحيح البخاري الباب الذي عنوانه سورة الحجرات في صفحة ثمانمية واحد وثمان رقم الحديث أربعة آلاف اثمانمية وخمسة واربعين البخاري يقول حدثنا حدثنا يسارة ابن صفوان بسنده بسند البخاري عن ابن أبي مليكة قال قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائل و ملعون قائل و حين قدم عليه ركب بني تميم إلى آخر الحادثة وقد مرت علينا فسورة الحجرات في آياتها الأولى بخصوص أبي بكر وعمار ابن أبي مليكة قال هذا الكلام حرفه البخاري حرفه الآخرون كاد الخيران أن يهلك وقد هلك هلك لأنهم بقي على هذا الحال إلى رزية الخميس وقد فعل الأمر نفسه في ساعة هي أخطر من الساعة التي نزلت فيها آيات سورة الحجرات ومنع النبي أن يكتب الكتاب العاصمة للأمة وماذا فعل النبي لهم طردهم طردهم هذا يعني أنهم هالكون هذا كذب كاد الخيران أن يهلك فسورة الحجرات بقيت منطبقة على أبي بكر وعمر وعلى الصحابة من أنثالهم إلى آخر أعمارهم إلى أن طردهم رسول الله هذا هو الذي جرى على أرض الواقع ماذا تقول سورة الحجرات هذا قرآن وهذه أحاديث البخاري يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا لا تقترحوا إذا كان رسول الله هو المتصدي للأمر لماذا أنتم لستم مؤدبين لماذا أنتم حقراء ما هذا الفضول وما هذه الثرثرة الزائدة الزائفة لماذا لا تحترمون رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حراءكم لكم سخافتكم لكم لأن الذي يقترح ويصدر الأوامر بمحضر رسول الله في أحسن أحواله هذا سخيف تافه حقير ليس مؤدبا يا أيها الصحابة ويا أبا بكر ويا عمر هذا هو حالكم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله فأنتم لستم على تقوى وأنتم تسيئون الأدب بين يدي رسول الله اتقوا الله من أين تأتيهم التقوى من أين تأتيهم التقوى لو كان عندهم شيء شيء يشبه التقوى لما فعلوا الذي فعلوه في واقعة رزية الخميس ولذا فإن رسول الله طردهم طردهم رسول الله حين طردهم طردهم من الإسلام طردهم من أمته حينما طردهم رسول الله طردهم من أمته وهو قبل ذلك قد لعلهم لأنهم تخلفوا عن جيش أسامة حينما طردهم حمير حمير أنتم حمير لا ترفعوا أصواتكم في محضر النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ هؤلاء لا يمتلكون أدنى درجة من الأدب وأدنى درجة من اللياقة في التعامل هؤلاء جاءوا من عوائل منحطة من عوائل قبيحة من عوائل قذرة من أين يأتيهم الأدب وها هم في آخر أعمارهم في آخر أعمارهم هؤلاء أعمارهم تقارب عمر رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذه عاقبتكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قطعا هذا الكلام لا ينطبق على أبي بكر وعلى عمار وعلى الكثير من الصحابة الذين لم يكونوا مؤدبين كانوا تافهين كانوا سخفاء كانوا حقراء مع رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى يعني أن أبا بكر وعمار لم يكونوا من هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يعني أن أبا بكر وعمار ليس لهما هذه المغفرة وليس لهما هذا الأجر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ما هو هذا؟ الحال السيء للصحابة التافهين أقرأ عليكم من صحيح البخاري من كتاب الأدب وهو الكتاب الثامن والسبعون من كتب صحيح البخاري وهذا الباب الخامس والسبعون باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل صفحة ألف وأربعة وتسعين رقم الحديث ستة آلاف مية وثلاثة عشر البخاري يقول وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد بسنده بسند البخاري عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار ملعون قائلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجر رسول الله حجيرة مخصفة من سعف النخيل أو حصيرا جعله مكانا خاصا له للعبادة في المسجد فخرج رسول الله يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته لم يطلب منهم ذلك رأوا النبي صنع له موضعا خاصا في المسجد كي يصلي فيه فجاءوا يصلون هذا الكلام ليلا ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله عنهم فلم يخرج إليهم لم يكن على موعد معهم ولم يكن قد طلب منهم الحضور إلى المسجد فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ضربوا باب بيت النبي بالحجارة لماذا؟ لأنهم مؤدبون لأنهم حبابون هؤلاء هم الصعابة ما هو الفارق بين هذه الصورة وبين هذه الصور التي تحدثنا عنها صورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هذا يعني أن أبا بكر وعمر جزء من هذه المجموعة هؤلاء هؤلاء رفعوا أصواتهم من وراء الحجرات من وراء البيت وحصبوا باب بيت النبي هذه مظاهرة مظاهرة خرجت في منتصف الليل ضد رسول الله من دون سبب هؤلاء الصحابة التافهون هؤلاء الذين بأيهم اقتدينا اهتدينا بهؤلاء هذه مسخرة الصحابة البخاري يوثقها والقرآن يؤكدها تأكيدا قطعيا فهذه الآيات في أبي بكر وعمر وفي سائر الصحابة الذين من أمثالهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له والله غفور رحيم قارنوا بين صورة أبي بكر هنا وبين صورة علي في الآية التي يأمر الله المسلمين أن يصل على محمد وآل محمد وعلي سيدهم سيد الآل قارنوا الله كيف يتحدث عن علي يصلي عليه ويأمرنا أن نصلي عليه وكيف يتحدث عن أبي بكر وعمر البخاري مدلس يقول كاد الخيران أن يهلك كاد من أفعال المقاربة اقترب من الهلك هلك هلك والدليل رزية الخميس لقد استمر على هذا الحال من سوء الأدب والوقاحة والقذارة واقعة رزية الخميس تشرح الحقيقة واضحة هذا هو مآلهم وعاقبة أمرهم أن طردهم رسول الله من محضره نذهب إلى فاصل في السياق نفسه في سياق اللقطة القرآنية العلوية في آية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وفي سياق اللقطة القرآنية في الآيات الأولى من سورة الحجرات والتي كشفت عن مساوئ أبي باكر وعن مساوئ البقية لكن الكلامة في هذه المقارنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي باكر في السياق نفسه أمير المؤمنين في آخر لحظة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يُخبرنا وأنا أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين كلامه المرقم بالرقم الثاني بعد المائتين تأبينه للصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها فبعد أن أتم دفنها ليلا ناجى رسول الله مخاطبا فيما بينه وبين رسول الله السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللي حاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي إلا أن في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعزن فلقد وستك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك فإنا لله وإنا إليه راجعون وفاضت بين نحري وصدري نفسك في آخر لحظة من حياة رسول الله كان على صدر أمير المؤمنين هذا علي هو الذي يقول وهل هناك من شك في كلام علي إنني لا أحدثكم عن عائشة وأكاذيبها مر علينا في الحلقات المتقدمة ما نقله البخاري عن عائشة كتاب الدعوات وهو الكتاب الثمانون من صحيح البخاري الباب التاسع والعشرون باب دعاء النبي اللهم الرفيق الأعلى رقم الصفحة ألف ومية واثنين وثلاثين رقم الحديث إثمانتالاف إثلاثمية إثمانية وأربعين البخاري يقول حدثنا سعيد ابن عفير إلى أن ينقل الكلام عن عائشة لا أريد أن أقرأ الحديثة لأنه طويل وقد قرأته عليكم فيما سلف وأنا أحدثكم عن أكاذيب عائشة فعائشة تقول من أن النبي ودع الحياة وفارقت وفارقت روحه الدنيا وكان رأسه على فخذها أكذا تقول عائشة فلما نزل به فلما نزل بالنبي الموت ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق إلى آخر كلامها فكان رأس النبي على فخذ عائشة هذا جزء من أكاذيب البخاري وجزء من أكاذيب عائشة علي هو الذي يقول مخاطبا رسول الله فهل يكذب علي على رسول الله وهو يخاطب رسول الله وفاضت بين نحري وصدري نفسك هذا علي مع رسول الله أما أبو بكر عمر سائر الصحابة ماذا كان موقفهم من رسول الله هذا هو البخاري كتاب العلم وهو الكتاب الثالث من كتب صحيح البخاري وهذا الباب الأربعون باب كتابة العلم في الصفحة الرابعة والثلاثين رقم الحديث مية وأربعة عشر البخاري يقول حدثنا يحيى ابن سليمان بسنده عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها على لسان رسول الله لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني إلى آخر الحديث قوموا عني طردهم رسول الله قارنوا بين هاتين اللقطتين رسول الله رأسه على صدر علي ما بين نحر علي وصدر علي هذه الصورة قارنوها مع أبي بكر وعمر وسائر الصحابة النبي يطردهم الحكاية هي هي حكاية إبليس إبليس رفض السجود لأبينا آدم وأراد السجود لله الله طرده ولعنه الصحابة رفضوا الخضوع لعلي لأن النبي أراد أن يكتب الكتاب باسم علي فرفضوا الخضوع لعلي واخترح عمر أنهم يعملون بكتاب الله بالضبط كالذي فعله إبليس النبي أخلاقه أخلاق الله فطردهم وكان قد لعنهم طردهم وهذا الطرد لعن لهم هذا هو واقع الصحابة هذه حقائق القرآن وهذه حقائق التأريخ وهذا صحيح البخاري صحيحكم الذي هو أوثق كتاب عندكم بعد كتاب الله هو الذي يخبرنا عن هذه الحقائق إن كنتم منصفين قارنوا قارنوا بين علي وأبي باكر أين تضعون علي وأين تضعون أبا بكر وهذه حقائق القرآن وهذه حقائق التأريخ وهذه حقائق البخاري كما تعتقدون بأن الذي في البخاري حقائق نذهب إلى فاصل عذري إليك يا سيد السادات سيدي أمير المؤمنين عذري إليك أن قارنت بينك وبين غيرك ومن هو غيرك ومن هو غيرك عذري إليك أني أريد أن أضع النقاط على الحروف هذا هو الذي أريده وإلا فأنت عالم بما في مكنون ضميري أنني لا يمكن أن يخطر في بالي أن أقارن فيما بينك وبين غيرك إنني أقرأ كلماتك في نهج البلاغة التي تقطر ألما تقطر ألما يا أعظم مظلوم في التأريخ ويا أول مظلوم في الإسلام يا أمير الأمراء إنني حين أقرأ في الخطبة الشخشقية وأنت تقول حتى إذا مضى لسبيله تتحدث عن عمر حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله والشورى فيا لله والشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم مع أبي بكر حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر من هؤلاء حتى أقارن بهم هذه الكلمات التي أتحسس وجعها في عقلي قبل قلبي وأنت تعلم ذلك يا سيد الأوصياء وجعوا هذه الكلمات عقلي 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 قبل أن يكون قلبي هذا وجع العقول هذا وجع العقول أن يقرن علي إلى هذه النظائر حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله والشورى متى اعترض الريب فيه مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر لا مقهرنة بين علي وغيره لكن في مقام إثبات الحقائق لجأت إلى هذا الأسلوب وسلكت هذه الطريقة إنها مقارنة قرآنية واضحة جدا وكانت مجزة كانت مجزة بإمكاني أن أستمر فيها إلى مدى طويل وطويل جدا إلا أن الوقت يجري سريعا وأردت أن أشخص حدود الصورة الواضحة بين أيديكم الزبدة واضحة في كتاب الله الزبدة واضحة حينما نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أية مقارنة بين شخص بين شخص بيعته بيعته التي هي بيعة الغدير شأن من شؤون ولايته وولايته شأن من شؤونه صلوات الله عليه شخص بيعته التي هي شأن من شؤون ولايته وولايته التي هي شأن من شؤونه بيعته تكون في جهة ورسالة محمد بكل تفاصيلها في جهة تساوي صفرا من دونها كيف أقارن بين هذا وبين أشخاص يحكم القرآن بكفرهم لأنهم أنكروا بيعته في الآية نفسها أية مقارنة هذه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ما أنا الذي أقول الصحابة هم الذين يقولون كتب الشوافع هي التي تقول هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد المئة بسنده بسند السيوطي عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وهي التي جعلت بيعة علي في كفة والتوحيد والرسالة والنبوة والقرآن والدين والعقيدة في كفة وكل هذا يساوي صفرا من دونها وفي الوقت نفسه شخصت الذين ينقضون هذه البيعة لا يؤمنون بها بأنهم كافرون كيف تكون المقارنة بين هذا وهؤلاء القرآن يرفض هذا الله يرفض هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب وروا أيضا عن ابن مسعود السيوطي الشافعي قال كنا نقرأ على عهد رسول الله ابن مسعود يقول هكذا كنا نقرأ القرآن على عهد رسول الله يقولون هذه الروايات ضعيفة الأسانيد إذا أردتم أن تعملوا بمنهج يخالف القرآن فاعملوا القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا لا تعملوا بالأسانيد اعملوا بالمتون هذه حقائق حقائق عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا كان الصحابة يقرؤون في قرآن محمد أيام محمد ولكن بعد محمد صلى الله عليه وآله وبعد ذلك الانقلاب تغيرت الأمور قد ارتدوا على أدبارهم القهقراء لا ينجوا منهم كما في أحاديث البخاري لا ينجوا منهم لا ينجوا من الصحابة لا ينجوا من الأمة إلا مثل همل النعام ارتدوا على أدبارهم القهقراء كفروا ببيعة الغدير هكذا كانوا يقرؤون قرآن محمد بحسب عبد الله بن مسعود يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وماذا بعد وبعد أن تمت بيعة الغدير نزل القرآن مصرحا في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في المصدر نفسه في الدر المنثور للسيوطي الشافعي المتوفى سنة تسعمية وإهدعش للهجرة في الجزء الثالث في الصفحة الحادية والعشرين بسنده بسند السيوطي عن أبي سعيد الخدري قال لما نصب رسول الله عليا يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبريل عليه بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وروا أيضا بسنده السيوطي الشافعي عن أبي هريرة قال لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثمان عشر من ذي الحجة قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم هذه كتبكم هذه أحاديثكم ونحن في غنى عنها لا نريدها لا نريدها لا نريد كتبكم ولا نريد أحاديثكم عندنا من حديث العترة ما يشرفنا ويعلي شأننا ويعظمنا ويوضح لنا أمر ديننا لكنها حجج عليكم وإذا ضحك عليكم علماءكم من أن الأحاديث هذه ضعيفة السنة العمل بالأسانيد مخالف للقرآن كل جيء في دينكم يخالف القرآن بخاريكم يخالف القرآن مسلمكم في صحيحه يخالف القرآن عقيدتكم تخالف القرآن بيعة سقيفتكم تخالف القرآن عودوا إلى منهج القرآن وادرسوا المتون بما هي هي وادرسوا التأريخ ودققوا النظر في آيات الكتاب الكريم عودوا إلى هذه الحلقات وتمعنوا فيها أنقل لكم صورة عن علي عن علي هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 435 في حديث مبيت أمير المؤمنين في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله حينما هاجر إلى المدينة هذه اللقطة وقد عرضتها عليكم في حلقات سابقة من هذا البرنامج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أراضيت أن أطلب أن أطلب من قبل قريش كي يقتلوني أراضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد وتوجد أنت في مكاني فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك قال بلى يا رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء قارنوا بين هذا الأدب وبين أدب أبي بكر وعمار الذي تتحدث عنه سورة الحجرات والذي يتحدث عنه البخار في أحاديث رزية الخميس أين هذا الأدب من ذاك الأدب وعلي طالما كان ينام في فراش رسول الله حدثتكم عن أبي طالب وماذا كان يفعل أبو طالب مع رسول الله أراضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك هذا كلام رسول الله مع أمير المؤمنين فماذا قال له بلى يا رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك وليس لك يا رسول الله إذا كنت تريدني أن أكون فداء لأخ لك فأنا مستعد لهذا بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها تمتهنها يعني تستعملها لحيواناتك التي تركبها إذا أردتني يا رسول الله أن أكون وقاء لحيواناتك التي تركبها فأنا على أتم الاستعداد يا رسول الله هذا علي بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها أنا مستعد أن أكون فداء ووقاء لحمار تركبه يا رسول الله وهل أحب الحياة إلا لخدمتك منطق واحد منطق واحد هذه الروايات ضعيفة السنة بحسب علمائنا في النجف منطق واحد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه عن القائم قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي منبع نور واحد منبع حقيقة وحق واحد وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحد إنه يعيش في هذه الدنيا مستعدا أن يكون وقاءا وفداءا لحمار يركبه رسول الله مثل ما قال له أو لبعض الحيوانات تمتهنها وهل أحب الحياة إلا لخدمتك هذا علي قارنوا بين علي هذا الذي داس بأقدامه على جبابرة الأرض من أمثال عمر بن عبد ودع العامري من أمثال مرحب الذي فر منه أبو بكر في خيبر وفر الصحابة وفر منه عمر وفر الصحابة معه يجبنهم ويجبنونه ويجبنهم ويعودون كي يجبنوه هذا حال كبار الصحابة وهذا حال علي إذا اختلفت في الدين إذا اختلفت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل إذا اختلفت إذا اختلفت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل أعيدها عليكم إذا اختلفت إذا اختلفت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين ماذا ترى قل فإن قلت هلاك كفرت كفرت بالقرآن كلي كفرت بآية التطهير كفرت بآية المباهلة كفرت بالقرآن كله فإن قلته اللاك كفرت وإن تقل نجات فحالفهم وخالف ذو الجهل هؤلاء الذين لا يعقلون الذين وصفتهم سورة الحجرات بأنهم لا يعقلون فحالفهم وخالف ذو الجهل لإن كان مولى القوم منهم فإنني فإنني رضيت بهم في الدين بالقول والفعل فخلي علي لإماما وولده لا أريد غيره فخلي علي لإماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحل فخلي علي لإماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحل نذهب إلى فاصل عنواننا الصغير أعتقد أنني وفيت حقه بحدود ما أستطيع فأنا في برنامج تلفزيوني محدود عنواننا الصغير وحق علي المرتضى وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين أولئك الذين أسسوا السقيفة بني ساعدة والذين استمروا على منهاجهم إلى يومنا هذا وإلى قادم الأيام هذا المنهج سيبقى مستمرا منهج السقيفة بني ساعدة بهذا ينتهي الكلام في النماذج التي وضعتها بين أيديكم لعنواننا الكبير لهذه الحلقات عنواننا الكبير لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة ضربت لكم الأنموذج الأول المثال الأول حدثتكم عن العقيدة الدرزية وكيف أسسها الشيطان وعبث فيها وانتقلت إلى الأنموذج الثاني إلى حركة إجهيمان الاعتيابي وكيف فعل الشيطان فعلته ثم انتقلت بكم إلى الأنموذج الثالث السقيفة بني ساعد وكان الحديث في أجواء صحيح البخاري وضربت لكم أمثلة من الأكاذيب ومن التحريف والتزييف والدجل والخداع والضحك على الذقون إنني غطيت مساحة ليست كبيرة جداً إنما عرضت أمثلة بين أيديكم لكنها أمثلة مهمة جداً لأنني انتقيتها انتقاءاً بسبب ضيق الوقت لو كان عندي متسع من الوقت لأخرجت لكم الكثير والكثير والكثير من أكاذيب البخاري بشهادة القرآن أعرضها على القرآن إنني لا أتعامل بالأسانيد هذه مهزلة شيطانية ضحك بها الشيطان على علماء السنة وعلماء الشيعة دين يبنى على الأسانيد دين يبنى على القواعد الشيطانية الإبليسية وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع الدين يبنى على القرآن على القرآن المفسر بتفسير العترة وهذا هو مضمون حديث الثقلين وهو هو مضمون بيعة الغدير الدين يبنى على هذا الأساس وله يبنى على الأسانيد وقذارات ما يسمى بعلم الرجال وعلم الكلام وعلم أصول الفقه وأمثال هذه الأشياء التي صنعها الشيطان للسنة والشيعة على حد سوى أعتقد أن صورة صارت جلية واضحة كل ما أتمناه هذه أمنية أن الشباب السني الذين يبحثون عن الحقيقة والذين يريدون أن يتمسكوا بدين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين عترته أن ينتفعوا من هذه الحلقات وأن يعيدوا دراستها وأن يعيدوا مباحثتها فيما بينهم وأن يراجعوا المصادر التي أشرت إليها كي يتأكدوا بأنفسهم من أن الذي ذكرته حقائق وليس شيئا آخر ترجمة نانسي قنقر